انا طبعا مش عارف الاتحاد المصري لكرة القدم ايه الفكرة ان انت تحط حكم مصري ليه ما تجيبش حكم اجنبي وانت عارف ازمات التحكيم المصري في مباريات القمة بالذات خصوصا نحمد معروف وخصوصا ابراهيم نور الدين انا النهاردة بس هتكلم معكم عن 3 ازمات تحكيم لابراهيم نور الدين ضد النادي الاهلي 3 ازمات كانوا 3 ازمات مؤسرة في مسيرة المباريات ازمات الحكم ابراهيم نور الدين ضد النادي الاهلي وابرز الازمات التحكيمية ضد النادي الاهلي كانت برضو مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في الدوري موسم 2021-2022 دول ابرز الحلال الاخ ابراهيم نور الدين اللي المفترض بيقولك ده حكم دولي وحكم 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 ومالوش حل حسب رقلة جزاء مسيرة للجدل تمام رقلة جزاء مسيرة للجدل للاهلي في الدقايق الاخيرة من المباراة مما ادت الى فوزي النادي الاهلي 2-1 على نادي الزمالك واصر هذا القرار غضبت جماهير نادي الزمالك اللي هم اعتبروه ان ظلم فارقهم واحتوى النادي الاهلي وعمل كل حاجة دي ازمة انا ما بتكلمش على الاهلي بس دي ازمة برضو في مباراة قيم تاني مباراة كانت مباراة النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي في كاس مصر 2022 لو تفتكروا المباراة كويس قوي ابراهيم نور الدين طرد لاعب النادي الاهلي محمد مجدي افشة طرد مباشر ببطاقة حمرة طردوا طرد مباشر بعد تدخل قوي على لاعب الاسماعيلي محمد حماد اعتبروا البعض ان البطاقة الحمراء كانت قاسية البعض اعتبر ان ابراهيم نور الدين ادى الكارت الاحمر لأفشة مباشر تمام كان طرد قاسي 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 طيب المباراة تلتكت مباراة النادي الاهلي ونادي المؤولين العرب في الدور المصري في 2023-2024 احتسب ابراهيم نور الدين هدف للأهلي من تسلل واضح مما اصار الغضب لعبي وجماهير المقاولون العرب كما الغى نور الدين هدفا صحيحا للنادي الاهلي للنادي الاهلي ردود الفعل بقى من جماهير النادي الاهلي على ازمات ابراهيم نور الدين الجماهير غضبت جدا تعرض نور الدين لانتقادات شديدة من قبل جماهير النادي الاهلي في بعض الاحيان خاصة بعد القرارات المسيرة للجدل ضد النادي الاهلي وكمان ان الحكام بتدافع عن النادي الاهلي بتقف قصد ضد النادي الاهلي وبتدافع بعض الحكام بيدفعهم عن ابراهيم نور الدين مؤكدين على صحة قراراته تمام احنا بنطالب بتحسين التحكيم المصري مفيش مشكلة على فكرة ان حكم القمة يبقى حكم مصري بس يكون فيه عدالة انا مش طالب غير العدالة سواء للاهلي او للزمالك لان ازمات نور الدين دي ادت الى مطالبات من قبل جماهير الكرة المصرية كلها بتحسين مستوى التحكيم في مصر لان كده غلط وغلط كبير جدا 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 ده بالنسبة لموضوع الحاكم طيب تعال نتكلم على مرس الكولر ان هو احسن قرار اخده مرس الكولر الحقيقة هو الغاء مراني النهاردة بالنسبة للنادي الاهلي وان يوم السبت اللي هو النهاردة يكون اجازة من التدريبات وان الفرقة ترجع بكرة يوم الحد تتمرن وتدخل معسكر مغلق لمباراة يوم الاثنين مباراة القمة الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي اللي هو مستضيف المباراة مع الاهلي والمباراة هتقام ان شاء الله سبعة مساء بتوقيت القاهرة ليه افضل افضل قرار لمرس الكولر خده لان كولر عنده احساس ان اللعبة بتاعته مستنزفة بدنيا اللعبة لعبة حوالي 32 مباراة من بداية الموسم من ماشي اتحاد العاصمة حتى الان بجانب مباريات المنتخب اللي معظم قوامه من لعبة النادي الاهلي سواء كأس امم افريقيا او كأس العالم مع الكابتن حسام حسن الدورة الودية قبل كده مع فيتوريا ده عمل ضغط بدني رهيب على اللعبة وانت اما تتفرج على النادي الاهلي دلوقتي مش ده النادي الاهلي اللي كان في شهر ديسمبر اللي فات تمام مش ده النادي الاهلي اللي لعب كس العالم للاندية وتقلق قدام اتحاد جدة السعودي وتقلق امام في لومينينس البرازيلي رغم الخسارة تمام واللي تقلق قدام يعني اسمها راوى الياباني وكسبوا واخد الميداليا البرونزية وكسب اتحاد جدة بكريم بنزيمة ومش عارف يومين وبكل النجوم اللي موجودة ده وكان يعني في قمة مستوى وبعدين راح كس السوبر المصري في الامارات كسبها كسب سيراميكا كيلوباترا وبعدين كسب مودرني فيوتشر واخد البطولة دي واخد برونزية هنا واخد البطولة دي مش هو ده النادي الاهلي اطلاقا بعد كاس الامم رغم ان هو كسب ميدياما وكسب سيمبا تنزاني رايح جاي وعمل ماتشاط قوية جدا بس برضو مش هو ده النادي الاهلي النادي الاهلي يعني عنده ضغط بدني وارهاق وتركيز منعكس على التركيز بشكل كبير لذلك انا شايف ان القرار بتاع مارسل كولر بص انا ممكن ابقى عكس الناس وهبقى النهاردة عكس الناس فاكتر من حاجة يعني بعض الناس تقولك يا عم الحاج ايد اجازة قبل ماتش الـ 48 ساعة هو انت اقرب للعيبة منه يعني اللي بيقولك كده في العموم ويعني في العلوم وفي الورق ان كولر يعني ليه وجهة نظر المدير الفني هو اللي بيحس بلعبته مشوشة اللعيبة مشوشة وحاسس ان اللعيبة مشوشة وده مأثر على تركيزهم في الملعب وعندهم حالة من الاجهات الكبير لذلك هذا القرار عظيم جدا وانا بعتقد انه هينعكس على النادي الاهلي بالاجاب يعني القرار ده هينعكس على اداء اللعبين يوم لاثنين دي اول حاجة تاني حاجة ما روانا اعطيها لاشعة تمام بتقول انه سليم 100% والرانين بيقول انه سليم 100% وكل حاجة بتقول طبية شافت العضلة الخلفية انها سليمة 100% بس هو حاسس بتقلف العضلة الخلفية هل مراوانا اعطيها هيقدر يلعب المباراة بنسبة كبيرة ممكن يشارك في المباراة بنسبة كبيرة ممكن يشارك في المباراة كمان هو يوم الحد هيجرب مراوان تمام وهيجري اللي هو كان يعني بعيد للاصابة وهيرجع ناس زي علي معلولو برسيتاو وكريستو محمد الضو برضو يوم الحد اللي هيحس انه هو سليم يعني هو مريحهم الماتش اللي فات رفض انه هو يشركهم الماتش الاخير ده بتاع زد اللي هيحس انه هو سليم 100% هيخش المباراة انا اتوقع ان برسيتاو هيخش المباراة اتوقع ان علي معلول هيخش المباراة اتوقع ان مراوان عطية مراوان عطية مقدرش اتوقع اقولك ولكن لو هو يعني بنسبة كبيرة حيدخل المباراة لكن انا قلتلك النهاردة هوات ان هناك حلول لغياب مراوان عطية حال من اثنين خد لك بالك بقى حال من اثنين يا اكرم توفيق يا محمد مجد افشا مع كوكا وعمر السلاء ممكن يلعب عمر السلاء ستة في نص الملعب مرايلك مكان مراوان والاتنين اللي هيلعبوا اللي هم كوكا وافشا مثلا يلعبوا شوية متقدمين لو هيلعب بي اكرم توفيق ممكن يبقى اكرم يلعب ناحية الطرف يعني بيلعب ملعبش ستة في الدائرة اكرم توفيق ممكن يلعب ناحية الطرف في مين ناحية اليمين يساعد محمد هاني او عمر كمل عبد الواحد قد البديل بتاع مراوان اعطيه الحقيقة بس الفرقة اللي كانت موجودة في مباراة زد سليمة هي اللي هتلعب لكن طبعا فيه لعيبة مهمة جدا ومؤسرة جدا غايبين مش هيشاركوا زي حسين الشحات زي امام عشور زي الشناوي زي اليو ديانج زي كريم ندفد كل دي لعيبة بعيدة تماما على المشاركة فزي المباراة لعيبة كبار يعني لعيبة مؤسرة جدا لكن في الاخر زي ما بقولوا كده مجبر مجبر على كده هو خلاص الاهل مجبر على انه يلعب المباراة دي بدون هذا الكم من النجوم كم كبير جدا من النجوم طيب انا مختلف مع الناس قبل ما دخل في الزمانك انا مختلف مع الناس بس في قصة ابراهيم نور الدين رغم ان اتحده الكرة لم يعلن حتى الان رسميا ان ابراهيم نور الدين هو اللي هيحكم المباراة والكمة تمام ولكن كتير طلع ابراهيم نور الدين لاي ابراهيم نور الدين لاي اصبر مع ان الجمهور كتير يتكلم على امين عمر أصلا فماتش معرفش إيه عمل إيه يتكلم عن محمد عادل الإحتواء إيه والدنيا إيه والحكاية إيه ويتكلم على محمود البنة أصلا ماتش إيه عمل إيه ويتكلم على محمد معروف أصلا ماتش إيه عمل إيه إبراهيم نور الدين حكم مصري زي بقية الحكام ده ومين قالك إن إبراهيم نور الدين هينزز وفكرة إنه هو أصله تمام حيلعب ده اللي أنا أقدر أقوله لكن يا صديق أنا مش عايز أطول عليك الحلقة أكتر من كده تمام ياريت تدعمنا باللايك للفيديو وبالاشتراك في القناة علشان نوصل الحلقة دي لكل الناس بشكرك يا صديقي إن انت كملت معايا الحلقة للنهاية أشوفك على خير مع السلامة